السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته وعبد الرحمن معيكم اليوم معانا أسطورة الأساطير كلها لعبة إزاي تخنق جارك اللعبة دي يا جماعة أنا أقدر أقول لكم بكل ثقة أن هي لعبة طفولتي المفضلة يا يا على الذكرية الربا اللعبة يعني أنا اللعبة ففاجأتني في حاجات كتير جدا جدا على الـ Xbox Series X أولا أنا تفاجأت إن اللعبة موجودة على الـ Xbox Series X لأن دي لعبة يا جماعة من 20 سنة فاتفاجأت إن هي بتشتغل على الـ Xbox Series X ثانيا حاجة اللي تفاجأتني أكتر إن اللعبة فيها لغة عربية يعني فيها لعبة تنزل دلوقتي في 2024 ومش بتتعرب واللعبة دي معربة فيعني حاجة جميلة جدا جدا إن اللعبة فيها تعريب دول الحاجتين اللي فاجؤوني كده مبدئيا فنرجع كده ونتكلم بقى عن اللعبة نفسها اللعبة دي أنا فاكر كنت بلعبها وانا عندي 7 سنين 8 سنين يعني في الحدود دي كان عندي بقى الكمبيوتر بتاع زمان خالص ده كان الكمبيوتر كده كحيان ومش ممكن وفتحت بقى اللعبة دي وأنا طفل قلت أجربها كده واشوف إيه الدلي وطبعا اللعبة فاجأتني في كل شيء خف الدم اللعبة خف الدم والله العظيم ألعاب زمان دي عمرها ما تتعوض فكرة اللعبة إيه؟ فكرة اللعبة إنك من اسمها كده اللعبة باسمها بالإنجليزي Neighbors from Hill اللي هو جيران من الجحيم لكن إحنا طبعا لازم نحط اللمسة بتاعتنا فكتبنا بقى إيه إزاي تخنق جارك فطبعا كنت ملعب اللعبة بقى على البي سي زمان ومش ممكن كنت مدمن لللعبة دي كنت عندي إدمان كل يوم لازم ألعب اللعبة دي كل يوم لازم أندمج في اللعبة دي كان كمان أحسن حاجة في اللعبة إنه هو كان بيديك كاس يعني لما تعدي كذا مرحلة بيديك كاس كده إما دهبي إما فضي على حسب ما أنت أغضب تجار ده قد إيه؟ فاللعبة طبعا بيبقى فيها خف الدم كده ما تتوصفش عايزين بقى إيه نشوف كده نلعب شوية مع بعض اللعبة طبعا اللعبة مختلفة خالص عن البي سي لما أنا لعبت اللعب بصه الراجل بيتفرج راجل بيتفرج على جارته جاي بالبتاع وبيتفرج على جارته بوزنا له التلفزيون أفاشنا أفاشنا كنا خلاص هنتقفش فاللعبة فيها حاجات مختلفة كتير بقى على الإكس بوكس عن البي سي حاجات بسيطة يعني أنا كنت فاكر لما هو كان بيبص في المنزار ده كان بيبقى فيه زي ست بتبقى طلعة كده في صورة المنزار الست دي ما مش موجودة دلوقتي أنا فاكر الحاجة دي وطبعا التحكمات بالدراع أنا مش متعود عليها خالص لعبة أنا كنت بالعابة هنا صغير بالكيبورد بقى والماوس والكلام ده فحطنا له بقى حطنا له باللونة عشان لما هيجي بقى يعد على الكرسي يزرر التزريطة جمد جدا بصوا هيعب بقى الراجل ده عليه كمية ردات فعل هبص بقى هو زرر طبعا الراجل الكسف للنفسه أنا فاكر لما انت كنت بتخضب بقى الراجل ده جدا جدا كان بيفضل بقى يصوت ويفضل يرجع كده هيكسر ظهره وحاجات زي كان أنا فاكر طبعا البيضة بنوحطين البيضة في اللعبة أنا فاكر كأني كنت بقى لعبها امبارح مثلا مش من خمستاشر سنة او كده فكرة اللعبة بسيطة جدا انت بس بتخنق جارك لكن الحاجة بقى الجميلة ان اللعبة ريها روح فيش حاجات معقدة بعايزين نخلص المرحلة دي ونشوف بقى باقي المراحل وقادينا خدنا تروفي ياه ياه المراحل دي أنا فاكر كل مرحلة فيهم أنا فاكر ان اصعب مرحلة كانت مرحلة وقت الاستحمام دي كانت مرحلة بنت لازينة كان هو بيستحمى بقى كان فيه شامبوهات كتير كان فيه حاجات كتير فاكر برضو بتاع تلعيب ميلاد دي تعالوا ايه نلعب بقى مع بعض تعالوا نلعب اللعبة مع بعض شوية طبعا شكل اللعبة مختلف عن البي سي برضو مختلف عن الكمبيوتر الكمبيوتر ما كاننش بيقى شكل لحاجة كده كانوا بيبقى في دوائر صغيرة كده وكانت بتبقى من المراحل نزلة من فوق لتحت انما هنا الموضوع مختلف شوية عن البي سي فانا مبسوط ان التجربة مختلفة شوية ان هي مش نفس الحاجة بالزبط يعني انا لعبت اللعبة على التليفون برضو اشتريتها على التليفون واللعبة كانت نفس نسخة البي سي لأكس بوكس مختلفة خالص اللعبة دي فيه ألعاب كده يا جماعة من كتر حب لها باشتريها على كل الأجهزة اللعبة دي منهم فتعالوا كده نروح بتاع تلعيب ميلاد تعالوا نقرأ الوصف بتاع المهمة يقالها من طريقة بائسة لخضاء يوم عيد ميلادك يقرر ودي ان يزور جاره وزياره ودية من وقت الاخر يلقي نظرة خاطفة على صندوق رسائل يتحقق ما ان كان احدهم قد ارسل اليه بطاقة تهنية او ربما حتى طرد انه عيد ميلاد الجاره يحتفل هو بهذا اليوم السعيد مع عز اصدقائه نفسه ينفخ الشموع ويتمنى لنفسي اسعد الامنيات يا سلام يا سلام خدت بالكنت ويحتفل هو مع عز اصدقائه نفسه بالتريع عليه فتعالوا كده نخش يا انها ربيت طبعا اللعبة دي اللعبة لقيتها مبارح نوبص كده اصلا على المتجر لقيت النازل عليها عرض فقلت اكيد لازم اشتري اللعبة لعبة طفولة المفضلة دي الحاجة الجميلة بقى انك لما بتشتريها بيجي الجزء الاول والتاني بيجوا مع بعض انا فاكر برضو صورة امه دي لما كنا من امه حاطين كده على صورة امه ونعمل شكلها شكلها ارنب بص منظر حاجة مسخرة مش ممكن اللعبة بقى كلها سعادة كده يعني عارف كده لعبة تشغلها لو انت مثلا مهموم زعلان تقوم بشغل يا معلم اللعبة اللعبة ازاي تخنق جارك وتوعب بقى تضحك تموت على نفسك من الدحك طبعا هنا بنبوازل الحمام بنملأ يا دي القرف بنملأ حمام قرف وعندنا الصابونة يا فاكر الصابونة دي كنا بنحطها بقى على المية كده على الارض اللعبة بالزبط بالزبط عايز نشوف كده في حاجة هنا مفيش حاجة هنا وطبعا لا 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 قد خلاص هخرج له طبعا الحاجة برضو اللي عجباني قوي في اللعبة هي الودة الودة اللي بنبعب بيه ده الودة مسخرة في ردات فعله فكل رد فعل لما بيجي مسلا يلاقي حاجة بيعمل صوت كده وعارف الحاجة جميلة يعني حاجة جميلة قوي قوي اللي عجباني في اللعبة الشخصيات الشخصيات في اللعبة تعالوا كده ايه نحط له بقى لا اه دي البتاع دي كنا بنحطها هنا كده والمصيادة اه المصيادة دي كنا بنحطها بقى تحت كنا بنقوم جايبين المصيادة دي ونقوم حطينها بقى في مكان الطرد ده ابصوا بقى المتاع هتفرق عفو الشو يجيون فخوا بتاع تعد الميلاد هتفرق عفو الشو يا انا عرب يد افقشني اه انا فاكر بردو لما كان بيقفشو كان بيعد يضرب فيه وكل ما يضرب فيه يقعد يقول يضرب فيه على الارض كده يقعد يقول الواد اللي هو بيتدرب كده عايز بقى نحط له مصيادة الفران نحطها له هنا كده ونخلي صبعه بقى نخلي مصيادة الفران في تمسك فيه بس يعني انا حبيب بس اريكو نموزك كده نلعب كننلعب مع بعض اللعبة لكن في نهاية المقطع كده انا مش محتاج ان انا اقول نها بنصح باللعبة لعبة من اجمل الالعاب ومن افضل الالعاب اللي بدأتها زي ما بدأت مشواري في الالعاب عموما يعني فاكيد بنصح بها ممكن ابقى نزل لكم كده وانا بقى لعب اللعبة مراحل كده فاشوفكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته